صباح النور صباح الفلو الياسمين صباح الخير عليكم يا وجوه الخير ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله تكون صحتكم بخير مرحبا بكم معي في هذا النوع فيديو اليوم رح يكون فيديو متنوع فيديو روتيني اليوم من جمعة رح نشاركم بزاف حاجات نقول لكم خليكم معي شاهدوا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش تضغطو على زر الاعجابي دعجبكم الفيديو بيان شوق وللتحكم مؤخرا بالقناة نقول لكم مرحبا بكم ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم انتو متنين ما تنساوش ديرو اشتراك للقناة تفعلوا الجرس هكا يحقكم كامل جديد كيما شفتو 9 ساعة الوقت لي نوت فيه موفا نوت 9 ساعة العشرة ماكسيمم معوالفت الخدمة نوت صباح دونك ما نش نقدر نرقد فوق 9 ساعة وماكسيمم كيما قلت لكم من العشرة دونك هذك هو نوت الشغلي نوت الوشكايين انا هنا اليوم كنت قدرت شغلي كامل بلاربعة ما كان عندي والو الدار كانت مفروزة كل شو مخمل كيما راكم تشوفو كل شرهوك يشعل الفوتاجيره هو فرغ هذي الحاجة اللي نحب نشوف هكي نوت الصبح وكيما العادة بالعبايات نهار الجمعات دايما العائلات الجزائرية عندها الطبق التقليدي تحديد ديروك ساسوات عام رشته انا اليوم فضلت ندر تعام بزبيب بك ورهي سخانة بزاف كاكو تشوفو هات سخانة اللي ما راهيش في وقتها ان شاء الله هربي يخفف وربي يجعلها خير ان شاء الله يا رب انا هنا يحضر قيس كاس تعام بسكو كي نديرو بزبيب هكذا ولمسفوف بالجلبانة ندير غير قيس الفطور بارك ما نديروش فطوروشتها بغضون فطوروشتها بسكو بما نقدروش ناكلوه دفوة دونك هنا يا درت قيس كاس قيس كاس هكذا يا يديرلي زوجت باسا قيس وعلا قيس دو پرسان هادا مكان دونك هكا ما يبقاليش وما نرميش سهل حاجة عندي هي طعم زبيب ولس باقيتي بالفروماج هادو ما نديرهم تمتم وانتهنا ما نبخاش ندارو نولي الكوزينة هديك بسكو ما نقدروش عليكم انا الكوزينة ما عندي حاجة فيها بزا فعلا بغي بلي كان يحبو طياب يحبو كده ما انا نحب شغل نحب ندير ميناج نحب نجيب الدنيا كامل الله الله نفح فحا ما طياب والكوزينة وخصيل ما عندي حاجة فيهم نقدروش عليكم انا قبل منزوج ما كونش نطيب حاجة كبيرة غير حاجات خفاف دي سندويج ولا هكا نقول ماما خليني ندير حاجة هديك ولا ميوشنو يكونو حاجات خفاف ماشيب بسكو ما نعرف شنطيب ولا بسكو ما نكونت خدامة اما مندوني القرايان بعد الخدمة دونك ماما ما كاش تخليني ندخل بزا فالكوزينة على بلها بلي نكون ايانا نجي ايانا ماما غير كونت هكا نقعد معاني نشوفو شا يدير دونك انا فهذا كله ماما كنت نرفضو شرهي طيب و شرهي ديريتو ولو كين بزاف ناس كان لابنهم بري انخطاني كم الطيار منافشن طيب منافن ندير والو ايه دي كانوا يخموا هكدا نقولهم مرحبا بيكم في داري روحو تاكلو روحو دوقو ومع الاخر جوجيو ماكلاتي شوفو مشي لاني نشكر في روحي ولا رح نشكر روحي ولا ما ايما نكذبش عليكم فغي ما نصح ماكلاتي بنينا كين طيب حاجة اجو بنينا علش هادة تشحى من واحد كلام ماكلاتي منهم زوبشتاعي كاشنا نحطه لكم وراكو رح ينتسمع وش يقولكم مالقغيكو على بالي كينسقسيح اونجا غيكو رح يحرقنين عارفو بسكرو ويحبي يدير هاتلا فايس دايو غير تفكر جاني ندك بسكرو دايبن يدير لي هاتلا حاجات نعي باركاليا مانيش هبان راب روحي تاني باين نولي مانعبش نطيب ولا نولي نحرق الماكلة ولا ميوشنو عندي حاجة لي مازالني شوية شوية فيها اللي هي الملح والمسوس مازال مانيش نقدر ندير هادة كلي كلي بغاشتاع الملح والمسوس ميوشنو اش بخيفي اغنيرها شوية مسوسة وولد جيني مالحة سينو اذا جيت مالحة مالا شحي نقدروا نسقموها مامسوسة صعبع نقدروا نداويوها هيا انتو متاني شاركونا في التعليقات واعتارفو اذا تحبو الطيب ولا متحبوش واذا تعارفو الطيب ولا متعارفوش ما تخلونيش نعتارف غير انا وحدي نعودو كالطياب كما شفتو راني اقدرت تفير اللو لطعام او تاني سيفوزافي غو مخكي باللي طعام كيفورتو راني اقدرتو بلو فوي مخلطوش بيديها كبش ما يحلقنش ها ديه الاستوزة لفوي بزف بزف هيلة اقول لكم جربوها راكوري يحين تعتمدوها ودو كامير مش مخطوخ لطورية احدو كان حنزيد لطفوير الدوزيام هنا كيفاش درت حطيت الزبيب هو اللو لاني ودو كاراني حنحط عليها الطعام هاكدايا الزبيب تاعنا راح يطيب يجينة سوا سوا مانحبش نديرو مع الاول اولا نديرو وحدو هاكدايا بزف مليحة هالطريقة وراح تساعدكم لا تكون طيبة فيه وحده هذا سوف يوجد لكم نستعمل هنا غير طعام الارقيق في المسفوف لا يمكن أن يكون في المرغة لأن الزوج يحبه غير كما يحبه سوف نقوم بسمن مع مغارين سوف نقوم بسمن على مغارين لأن هذا الطعام سوف يأتي بثاف بنان هنا سوف يوجد طعام سوف نقوم بخلط الزباب ونغطيه ونصلي صلاته قبل أن تفوتني الجمعة ونفتروا كيف ونقول لكم سحف توركم جمعة مباركة لا تنسوا صلاتكم وتقالوا في صورة الكهف تقبل الله صلات الجمعة بمزيد من الأجري والتوابي والمغفرة يا رب ان شاء الله في يوم الجمعة كتبنا وشارعنا حبين وشارعنا متمنين وربي يفرجها على كل واحد ان شاء الله يا رب نقول لكم الفيديو تانا حبيباتي ودوكا نحن ندير معكم جولة في مطبخي البسيط في مطبخي المتواضع حتى البليت طلبتهم مني بزاف على صفحتي في الانستغرام اياقوت لازم ندير لكم مالغريكو ما عنديش حاجة سبيسيال ما ما عليش راح نشارككم بأضغط تفاصيل اللي عندي البرمي كون اللي نبدأ هو طابة كوزين طابة كوزين طابة كوزين طابة كوزين طابة كوزين ما يعطلسك طابة كورزين طابة كوزين طابة كوزين طابة كوزين طابة كوزين وق Blend واخترا مني قان set طابة كوزين طابة كن نجد كي لا تستطيع التفاصيلات بها نستطيع العلاج لها كامل و كما ترى هنا تحت لديها أساسية لنبدأ فتح بالنسبة للحقيق لا تدخل نجينها لا تدخل نجد ني لا تقره بالنسبة للخطيط لقد قمت بها و أرى تلك التابلة قمت بها 550 ألف و لا تدخلتها لأيضا كانوا فيها الدرابي كانت موسخة ولكن الأساسيال يجب أن تسحتها نقطة وردتها مريحة جديدة كما نرى هذه الأشياء سهلة كانت لدينا هذه الأشياء في الحطب حكمت هذه الأشياء بلارات فيهم الحجرة على البحر وضعت لهم هذه الكوغدون على الخيشة وضعت هذه الأشياء ساملة وخلاصة جدا وضعت إلى الأشياء اليدوية الثانيزة فكرتك الأشياء السهد في الصحراء، هناك مشكلة كما تكون الأشياء، لا تصل وضعت ويجب أن أقوم بالأشياء يجب أن يكون هذا الأشياء، يجب أن يكون ممتعة نشوف دوك هاد البوتي مبلي راو رفتلي بخيس كلا فيسال كامل تاي مغارك انا ما عنديش بزاف معاني ملي شريت كي ما تزوجتي ليا دوزان دونك مزانين استعملتو جور لي مام ما عنديش حاجة كبيرة لزاسية بلات ستة لزاسية كرز ستة لبول ستة و هادو كلي بينين فيهم حاجة حاجة ولا هادا كلي سيريس شريتو كمبلي في هات باسا و لبوليتو و انا عندي كيسان كيسان دا قهوة حليب قهوة تعلوتي دونك يمشتو كل حاجة عندي منها حاجة فلكو ما عندي شوين نحط مالك يكون موتو على الافيسال كاما نحبو المعان بزاف نحبو يكون عندنا هادك و هادك و هادك بما لوغز ما انا ما عندي شوين نحط دونك نكتفي بهادو ما حتى و يكون عندي الاسباس ان شاء الله و نشري كايين تاني هاد الكوان في الموبل هاد الكوان اللي راني حط فيه دوزان كامل اللي نسحقهم بزاف كيما هاد لبلاتو نستعملهم كل يوم دونك خليتهم على التاريخ هنا نحط هاد لبوكس اللي حط فيها دوزان كامل تالي بتي دجتانا مالك راهي فرغة بسك سيرا فنت سمن مازال مقضيج و هعنا كايين هاد لبلاتو انبواء و من تحت كامل فيه ام سيباراشون وحده من الفوقه اللي راني حط فيها كامل غابي تاي منتاعي هنا راهي بقى تغير لو بيالي مازال ما طيبتاش بس كو دايمن نقول نحطها تتشمخ في الليل بش نغدوه من دك نطيبها و ننساها اللي راهي مازال تغير هي من تحت كامل راني حطها لبوكسارني و مقلاو ام كخي بياغ هاده هما اللي عندي ربع كسارن مقلاو ام كخي بياغ نحن شفو دوكا هاد اللي تيغواغ هنا يا راح نجوفو الحالة كامل مخلطة بالمغارف و الفراشة مخروبة كامل اهلا هنا يا هادو معلاش راو معكدا بس كو ما زل ما صبتهمش لو رانجمون اللي جي قدهم صبت غير الصغار هادو متاع المغارف فيتو ميل اخرين هادو كلك كبار ما صبت كامل لو رانجمون تحون لوا Kiروà لكنكم pé 장奇هة للك كظ leche لديد أو مغارف فيها دوما البكارش에ate الكحوات في الاتين حطها تانية دوما ال uploaded tap يال الثاني جميلة الثاني جميلة الماء الثاني جميلة الماء الثاني جميلة سوف ت Organisation السيكون الثاني جميلة مصير الثاني جميلة الثاني جميلة نقعد فيها بزاف وقت يلي نجوزو فيها بخصك لا جوانية تناد لازم علينا نرتبوها بيا نحط فيها دوزان غير اللي نسحقوهم بابسط الحاجات راح نكونوا يعني ساتيسفات وماراش راحين نتعدبو فطيابنا وماراش راحين نكرهو نحن كم لنشوفو دوك اللي تيغواغ هادوما هنا لبومي هدا نحط فيه لزيبيس اللي تيزان التوم هدوك الحاجات اللي نسحقهم فطياب دوزيام تيغواغ راح نحط فيه دوزان تاليغاتو وش نسحن نسحق العسل السمن لاليفور ميزينا و هاد العفايس لتحتاني كامل لفكو تاني جاي كبير حط فيه شوية الالكتروميناجي حاجات خفاف هاد البغال الباتر والاشواء و هادوك بلارات كل وحده شفيها اللي فيها الزيت اللي فيها هكذا اللي فيها هكذا و هاده هي ايه الو دغني اللي شتهتاني غير كيمان و درت لغانجمان تعو معاكم هاده ركوش فتوج فيه حاجات تاني غالي نسحقهم تاني كان وحده قتلي متحطيش هاد المواد ملتحتها بس كو يتندو نقول لك باللي انا جامي ما صارت لهم حاجات سفي دوزان حط الفارينان حط تطقيق دونك جامي ما كان بيهم حاجة الله بتدخ عندك لميديتي ولا صي بخصا كنو يتندو لك انتيا على بيها يتندو و هذا هاده هي كملنا جولتها المطبخ ان شاء الله يكونوا عجبكم خلولي في التعليقات رايكم في المطبخ ديالي دو كان رحو وصفات تحلية لبنينا بزف 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 هيلة لازم عليكم تجربوها بسكو راني نقول لكم نعود لكم بليد بزف بنينة نرى مقادر الوصفة هنا نصف السكر يمكنكم تضع 4 كس 4 كس تفارينة 4 كس كاكاو 50 غرام 50 غرام يمكنكم تستبدال الاشانتي بل كرين في خشرة ملاحة وفي الاخر نحن نحن نصف ريتل ثلاثة الحليب نبدأ الوصفة التحلية لبنينة نحن نعطيكم نصف ريتل نحن نعطيكم المقادر تزريجيا لكي تكونوا معي نحن نضع 4 أو 0.5 كس السكر إذا أردتها نصف وإذا أردتها نقصة نضع 4 كس 4 كس تفارينة 4 كس كاكاو وفي الاخر هنا تحبت البنان سأقوم بإستفادها ونضعها بلوباتور اذا تردتها بلوباتور سيبق ومية سيقوم بكثير سأقوم بلوباتور سأقوم بلغرض هنا إذا تردتها بلوباتور لا تقوم بسيطة الكثير من المواد دخلوا مع بعضهم وضعوا بسيطة الكثير من المواد لتقوم بسيطة الكثير من المواد نضيفها على النار متوسطة لتحرق الفارين نقص النار نضيفها حتى تقوم بسيطة الكثير من المواد نضيفها على المواد نضيفه على المواد نضيفها نضيفها على المواد نقطعها إلى قطعة صغيرة وضعها لا نستطيع استبدال البنان بأسفل لأنه يوجد موز في هذه الكريم نقعد بجوء في البنان نقوم بعمل الكريم نضع هذه الكريم وضعها كما أحبكم الاختيار كما نقعد لكم في الأخير نستطيع تزينها كما أحبكم وضعوا مكسرات كوكا والجوز أو لوز وضعت هذه الشوكولات مرحية وضعتها قليلاً وضعتها قليلاً وضعتها قليلاً الجوز سأعطيها الكثير للشوكولات مع هذه البنانة وضعتها الكثير نضعها في الفريجيتار في بردو وضعتها ونجدها ونجدها بالصحة وعافية إن شاء الله حاجة الأولى وهي هذه التحلية التي ستشهي تحلية الكثير بلنا يجب أن تجربوها تحلية سهلة توجد في 10 دقائق وزيت بمقادير جداً بسيطة وكان هذا هو الفيديو تالي لا تنسوا تضغطوا على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو وتفعلوا زر الجرس لكامل جديد تلاقوا في نوبا الفيديو إن شاء الله الصهرة ممتعة إلى اللقاء